السلام عليكم مرحبا متشبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العناوين لاعب المنتخب المغربي بدأوا بالالتحاق بالمعسكر التدريبي ابتداء من اليوم الاثنين والناخب الوطني واحد خليل زيت يستدعي ثلاث لاعبين من المنتخب الرديف يشرع لاعب المنتخب المغربي في التوافد على مغرب للدخول في المعسكر التدريبي استعدادا لنهائية كأس امم افريقيا بالكاميرون ابتداء من اليوم الاثنين باستثناء العناصر التي تمارس في البطولة الانجليزية والتي ستتأخر في الحضور لغاية الاربعاء المقبل وقرر المدرب والناخب الوطني واحد خليل زيت ضم كل من بضربانون لاعب الاهل المصري وصفيا رحيمي لاعب العين الاماراتي ومحمد شيبي لاعب الجيش الملاكي لمعسكر الفريق الوطني بمركز محمد السادس لكورة القدم للمرافقة الفريق الوطني للكاميرون وبذلك يصبح عدد اللاعبين المدعوين للمشاركة في كأس افريقيا للأمم 28 لاعبا وعبر الرحلات الخاصة سيدخل اللاعب المنتخب المغربي للمملكة المغربية في دل الاستمار اغلاق المجال الجوي في انتظار استئناف التدابير وحضور جميع العناصر الوطنية وتأكد بعد ذلك من إمكانية إجراء اللقاء الودي ضد المنتخب الرأس الأخضر في الواحد والثلاثون دو جنبير الجاري قبل السفر إلى الكاميرون في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد إن شاء الله